الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى آخر الآيات فيأمر الله تعالى ويدعو عباده بالمسارع إلى أسباب المغفرة والمسارع إلى أسباب دخول الجنة والعبد المؤمن في هذه الحياة الدنيا غايته وهدفه وهمه الأكبر معلوم يعيش ويعمل ويتكلم ويقوم ويقعد ويمشي ويخاصم ويوالي ويحب ويبغض من أجل رضى الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يكون من أهل الجنة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور زول جماعة بعيش شان الله يرضى عنه وزول بعيش عشان يبقى من أهل الجنة والله جل وعلا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ومن أعظم أسباب دخول الجنة بعد أن يستقيم العبد في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إتا في الدنيا دي ما ترضى تكون من عوام المسلمين إتا خد في نفسك تكون من المصلحين وتكون من الدعاة إلى الله تعالى والإنسان لمن يدعو إلى الله يدعو وهو متجرد ويدعو وهو يتبع الكتاب والسنة بل حتى في أساليب الدعوة كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الأجوبة المفيدة يراعي ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا يدعو العبد إلى حزم ولا إلى طريقة ولا إلى جماعة ولا إلى جمعية ولا إلى منظمة لا بدعو الناس ابقوا صوفية ولا بدعو الناس ابقوا من الإخوان المسلمين ولا بدعو الناس ابقوا سرورية تكفيريين ولا بدعو الناس ابقوا دواعش ولا بدعو الناس ابقوا أنصار سنة مركز عام ولا بدعو الناس ابقوا أنصار سنة إصلاح ولا بدعو الناس ابقوا جمعية الكتاب والسنة الخيرية ولا بدعو الناس ابقوا الوابل الصيب ولا بدعو الناس ابقوا حزب أمة ولا بدعو الناس ابقوا حزب تحرير ولا جماعة تبليغ ولا شيوعيين ولا شيعة ولا روافض ولا 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 وإنما يدعو الناس إلى الإسلام العتيق إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وداء طريق الرضا وطريق الجنة القبيل قدمنا بالمقدمة دي أنت لو عايش عشان الله يرضى عنك وتدخل الجنة ده بتلقاه في آية كثير في القرآن لكن في آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا إلى آخر الآية فتبقى داعية ولما تبقى داعية واللقاء ذا قام عشان الموضوع ذا لما اجت تبقى داعية لابد يكون عندك أخلاق معينة لا لا جماعة زي ما قال أبو إسماعيل عثمان الحريري رحمه الله كما في صفة الصفوة لابن الجوزي وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض وقال الشيخ ربيع حفظه الله كم من خطيب يتكلم في التقوى ويزمجر والله أعلم بما يخفي والله أعلم بما يخفي ورب العز والجلال قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الزوالة جماعة لابد يتصف في صفات معينة الزوالة الدائر يكون تاجر عنده صفات بيتختلف من الزوالة الدائر يبقى دكتور بتختلف من الزوالة المكانيكي بتختلف من النجار أي زول عنده اسلوبه بيتمشي السوق تمشي المكانيكية لابسي اللبس معين أبروله وفي زيته وفي حاجاته ومفاتيحه اللبس نوبتا القائم بتاع الخدار داك بشي اللباغة ومقدودة وبروش في الطماطق ودبه جاي نجار شغال إنجر وداك دكتور شايل حقنو لابس حاجات وجوانتيات وشربات وبلاؤي إتا شايل دعوة ولابس لك لبس أقبح من أي لبس في السوق تدعو الناس بلسانك وتنفرهم بفعلك تقف المنبر اتقوا الله في أموال المسلمين والت ضارب انتحد والزولة ضاربوا قاعد بحضر في الخطبة وبعائل لك ويتهاي ودكورك واحد قريب نعمك كبير ما عليج أنا بديك كلام فيه نجيضه فيه جواباك بعدين بيجي ورتباء لك ما تصفيه وتربية اللي جو صفه كلامنا عندنا جدنا كبير الله يرحمه بعدين في واحد جسوب قالوا مولان شاءل منه شوال فحم قال لي بالدين من شاءل شوال تاني بيقى شارعوا ما بشوفوا فيه كل مرة ماف 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 وين الزولة ماف بعد فترة طويلة طبعا ضربوا في شوال جا طلع المنبر في رفاعة من مسجد كبير اسمه مسجد الانصار طلع المنبر سوى خطبة الجامع قاعد يبكي دازاته بشوال بكى النازبك اول ما مرك بره لاقاه جدا هذا يا مولانا جزاك الله خير في السوق تبكي وفي الجامع تبكي بكيتنا هناك وبكيتنا هنا نعنى ذهرين المسلمين ديل ماذا انه بكيون ذهرين انه مضحقون والنحكم يعني بحد معين ودارينا جماعة الزولة اللي بتكلم في الدين يكون مصدر الثقة والامانة والامانة يكون زول امين يكون زول راجل يكون زول شجاع تصف بالصفات الطيبة لمن يجي النبي عليه الصلاة والسلام اجلس مع الصحابة ويجي والرجل في البخاري وفي غيره عليك الله شوال موقف ده كلنا يمكن بنقرأ الحديثة خاصة في رمضان في كفارة الجماع اجي الرجل يقول له يا رسول الله هلكت وأهلكت فيقول ومما ذاك فيقول يا رسول الله جامعت زوجتي في رمضان في نهار رمضان فيقول له اعتق رقبا فيقول لا لا استطيع فيقول صم شهرين متتابعين فيقول لا استطيع فيقول اطعم ستين مسكينا فيقول لا املك فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبزيد في الدين وما بد عامل بمجرد العاطفة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فيه ما يكفي ستين مسكينا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتصدق به يعني الزول لجيح المشكلة وقعد المفتي هل لمشكلت علميا وعمليا فيقول يا رسول الله وهل بين لابتيها مدينة دي شد أهل بيت أفقر من بيت تصدق على منه ما فزول أفقر منه وعليه شنو الكفار فيقول خذه هذا التمر فتصدق به على أهلك شوف الأخلاق الطيبة وشوف الأمانة وشوف الدين وشوف النبي عليه الصلاة والسلام يجيو جماعة يقول يا رسول الله أعطنا فيعطيهم فيسألون فيعطيهم فيسألون فيقول إيكم من شيء فلن أدخره عنكم قال عندكم كان فيش ما أدخره عنكم بعد يقول ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء العاشر قال وفرق بين العفة والاستغناء قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم وكان هذا من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال قال العفاف ألا يسأل الناس بلسانه والغنى ألا يطمع فيما عند الناس لا بلسانه ولا بقلبه في ذول ما بيشحد لكن قلبه شنو دائر وما بيشحد لكن بعين ودائر دا الاستغناء دا ولا بي قلبك ذات الناس ديل ما عندك لهم أي شيء الزوال هي ما علم من يكون داعية ويكون عنده الأخلاق الطيبة سؤال ليه الأنبياء ديل كتير منه نقر سيار سيار طيبة كلها لكن سنوات أحيانا في سيرة نبي من الأنبياء بتكون سيرته طيبة لكن ما نبي ولا رسول وبعد فترة يوحى إليه فيصير نبيا ويوحى إليه ويؤمر بالتبليغ فيصير رسولا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الوحي سيرته كانت الصادق الأمين الصادق الأمين سيرة طيبة أخلاق طيبة يا أخي قاعد عشر سنة يبلغ في التوحيد هم ما بين التوحيد تاني احداشر سنة اطلاشر طلتاشر سنة وهاجر وأمانات في بيته هو أكبر عدلهم في الأرض وهو على حق وهم على باطل أمانات في بيته ويخل علي بن أبي طالب بيت والصادق الأمين أقرأ القرآن يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا شعيب أصلاتك أنت قاعد تصل تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد السيرة الطيبة يا جماعة الأمانة الصدق قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلمة مسجلة قال والداعي إلى الله يدعو بلسانه وبحاله وحاله أحيانا أبلغ في الدعوة من لسانه من اللسان الحال لما تكون إتا في الفريق ذو شجاع وذو الكريم وذو في المناسبات تلقق بتخدم في الناس وذو المتواضع تمشي السوق تدعامل مع الناس تزول نظيف تزول ما بتغش ما بتكتب شيك أي راجع ما بتدين حاجة تزوغ بي يخل نازل أمانة يخل في حديث في صحيحة ترغيب والترهيب والله تزول يقراه والله يسمع والله يخاف مش له أمانة يمسكة يضيعة تاني ذات يمكن يقول ما تعمل ناجش في صحيحة ترغيب والترهيب يؤتى بالرجل يوم القيامة للشيخ الألباني رحمه الله وقد ضيع الأمانة فتلقى تلك الأمانة في وسط جهنم فيقال اذهب فأتي بها الأمانة تضيعت هذه أم تجيبها من جهنم تحد في ناس طاقين لهم لوري تلز من جهنم فوق ناس طاقين عمارات ناس قروش ناس مليارات وناس كمان موضوع دا طويل والله طويل جديد قال فيذهب فيرفع تلك الأمانة في كتفه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه قد خرج من النار خلاص بك في الشفير فوق قال فتسقط منهم فتهوي في وسط النار فيذهب فيأتي بها فيصعد وهكذا وهكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلام خطير الزولة جماعة اتق الله في نفسه اتق الله في المسلمين الأم الآن أحوج ما تكون للدعاة الناس دي الآن الفتن الفاذة دي أنا غايته بضرب لها مثل بحاجة بسيطة زي الشعب السوداني دا ونحن سودانين الشعب دا عطشان عطش شديد عطش وجوك في البير والبير فيه دلو والبير للأسف ميته تحت نظيفة لكن للأسف رموا عفانات وسخ قطم فيه دم وباقي كوش حاجات كلها رد موافق والأحزاب دي وقفت حول البير أي حزب بمرق عفن بالدل الشعب شعب جيعان عطشان أي حزب شعلوا العفن شد خلاص كملوه فضلة الموهي الصافية وجي تتبدله يا إتبه الدعوة بتحميله نظيفة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة تمرق للناس الشيء الصافي يشربوه وينجو يا إم ميتة تتخاذل تقعد تلدق في ده وتشيل من ده تضرب من ده سئل عبد الله من المبارك قيل له من أشرف الناس قال العلماء قيل من الملوك قال الزهد قيل من السفل السفل قال الذي يأكل بدينه يأكل بدينه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين قال الله تعالى في سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون قال الله تعالى في سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة قال الله تعالى في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاءنا ما داري لاقي ربه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون زول اتق الله زول اتق الله في أقواله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال السعد الناس ثلاثة في العقل منهم كامل العقل ومنهم من لا عقل له ومنهم من هو بين ذلك كامل العقل من تعلم العلم وعمل به ودعى الناس إليه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قال والذي لا عقل له هو الذي لا يتعلم العلم ولا يعمل به ولا يدعو الناس إليه قال وناقص العقل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به ويدعو الناس إليه لذلك ختم الآية أفلا تعقلون الزولة جماعة يصف نفسه من الشوائب ابتداء من الشرك لا ينادي شيخ لا ينادي فكي لا يقولها البراه لا يا مكاشف لا يا كباشي لا يا صائم ديمة يا فلان يا ودعویس يا بقصة يا موسى بقصة يا ودبان نقا يا ودفلان ويا فلان ويا فلان ويا علان لان الشرك دا اول شيء تنظفه انما المشركون نجس شرك والكفر فمن يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا اولئك اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم قلبك اذا تملم التوحيد يتعلق بالله تقوم بالليل تسأل الله تسأل الله تتضر عليها الله جل وعلا وزول في بطن حوت جو بحر في قاع البحر جو بسأل الله وبيدعو الله من بطن الحوت بيمرق ويكرم ويثني عليه ويرحم ويوفق في دعوته جدام اتاق مشاكل الدنيا ده الله بمرقك منه تتوجه إلى الله وتدعو الله وتتضرع لله ما تمش لي فكيد قل لشوف لي الرائحة وين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون مدعا لك حجبات مدعا لك كموم في الطفل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ما تحلف بغير الله وحات جناي وحات النبي وحلف عليك النبي ما بجوز من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الترمذي وحسنه العلبان من رواية ابن عمر رضي الله عنه وعنه به خليك موحد خليك عقيدتك صحيحة ده صفي القلب ده صفيه من الشوائب بتاعت الشرك من البدع من الشبهات من الشهوات وذي كلمة جمعنا أختم بها طولت على الناس والكلام طويل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء التاسع والعاشر قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل إنما مثل ما بعثت به كمثل غيث أصاب أرضا قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام العلم في القلب كالماء في الإناء مطرجات من فوق والأراضي أنواع قيعان أجاذب إلى خري المويد لتنزل في الإناء قال شيخ الإسلام فإن كان الإناء طاهرا نظيفا جاءه الماء كما هو موية من السماء مباركة وطهور وتنزل نظيفا والإناء نظيف فإذا رده إلى الناس أو نشره بين الناس نشره نظيفا كما هو لأن الإناء شنو نظيف قال وكذلك القلب مع العلم فإن كان القلب متسخا لوث هذا العلم ابدي أصل وقلبه تعبان ابدي أصل للباطل ولو قلبه نظيف والعلم جاءه نظيف بعد ذب الناس العلم النظيف شك يا جماعة التصفي والتربية والشغل البان عنده محاضرة كاملة فرغت اسم التصفي والتربية جعل عمدة محاضرته حديث إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ذو لا جماعة يراجع نفسه وذلك الموالله ندار وجهه لكل المسلمين خليك حر لا تبقى صوفي لا نصر سنة لا أخو مسلم لا كذا خليك ذو المسلم مسلم مستقيم وتابع الصحابة والتابعين والتباع التابعين وخليك وما تبقى في أي حزب ما تبقى دافع لك على الناس ساي يدخش لك مع الناس ساي وخليك ذو راجع نفسك طواي قالوا بدا فيه حسد نظفه قالوا بدا أنا والله شايف زي الفيوزات يفتع مش البيت فيه فيوزات كام واحد ده تفتش محال فيوز بتاع القروش لقيته ضارب أربط له سلك قالف له وسلك كذي جاسب الشغلة صلح البعض بيغادي السلطة فيه لخبت برضو جاه بيغادي شاهوات النساء برضو صلح الشغلة بعد شوية فيوزاتك شد بتضرب والكهراء بتقطع وبيتك بضلم حرامي بيجي بيجغمك موضوعك بيطور ولكن الزهل راجع جماعة والزهل جماعة كلمة أخيرة أخلاقوا مع الناس تكون طيبة يا ما هذا مجتمع والله المجتمع ده ده صاح الأحزاب والفساد وكذا لكن زي ما قال واحد قال السوداني ده زي الببسي قارور تخج قال بفور بتاني بغلبك تجرم براحة قال مورك بتميش نحن ماذا إنه خجزول ولا عندنا شيء ده إنه خجزول والله شفت سلطة دي مجتحت نعلادنا هي بيغوين ذات ما عارفين وقسم بالله بيغوين ذاته ما عارفين ونسأل الله لما نموت وكيل عريف ما نصلا ولا عزكري ذاته الله يوفقهم ما عندنا بشغل وزول مسؤوليته بتاعت بيته ذي يا حاحفين تلاتة جنيات الجارو في البيت زي السواسيو مسؤولية وتقعوا التجاثب في إيجاي وكذا وكلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رأيتي هل عمسك لي بلد؟ يا زول حفلة قامت بإيجاي دي الشت في الصحيفة بتاعته بإيجاي قبو قامت يا موضوع طويل نازل اسماء وفي مشاكل وحاجات كثيرة جدا يا زول خليك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وصال الله يصلح البلاد يصلح الآل يصلح خير كذا نحن دارين المجتمع ده بس يمشوا لأ الله تمام ولمن يمشوا لأ الله تمام الله بيرحمنا وبرحمون بس ولا يبقوا مع أي زول حرين بس مستقيمين ويشقوا الدرب ديل يا أخي زول بتركب معاه بتاع حافلة قبل فترة ركبتها من الصحافة للعربي هنا مشغل معاه شباب اتنين شغلوا هنا من بسري قعدت وراء وراء سواك طوال جيتوا بالراح سلام عليكم يا معلم طبعا معلم دي ظريفة مو جيت من وراء دكورك هو يا عمك وقفت شغل له قلت قولكم زاري قلت الزواب ولا حاصل شو قلت يا معلم لو سمحت الشغل لبس الشغل لبس وقف قام قال لك الشباب هون حقا هون حقا وقف 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 قال لك الله ازول لك على اللي كلمة سمح قال لك شنو نعنا دي الناس محبس قال لهم قال لي لو سمحت على اللي قال لك طبعا شايفين الناس دي قال لهم متوحشين لأنه فيناس عملوا حاجات ما فيزمنا زاج ناس يجيبوا كفوة في غرية نمش نعنا تجينا وكاس في صمت خشون ما عارفين الحاصل شنو نخش السوق ده النتاجر فيناس ضربوا لهم الناس بشيكات نحن ذاتهم انضرب من غرية وشيك ذاتهم منعرف بلاوي كثير ازول لك عائن كثير ازول لك لو سمحت وانا بعائن هاي عليك الله اقف له شغله قرآن ذاته والله اشغل لنا سورة القصص استمتعت أنا ذاتي لما جيت انزل قلت له جزاك الله خير يا معلم قدام الشباب قال لي والله ديتني دريس في حياتي ما لقيته بس كلمة كلمة بس يا اخي طائب الناس طائب الناس تق الله والدين ده ما عقيدة بس والدين ما توحيد بس اهم شي في والتوحيد الدين عقيدة ومنهج واخلاق وعبادة قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال تعالى وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما الليلة بالزاد الا اقول زول موسكين مجمع حفظ المسلمين المسلمين اي حاجة خلوه تعرفوه اي حاجة خلوه ايجيو زول لحياة ايجيو زول ايجيو زول ايجيو زول ايجيو زول ايجيو في الواطا وشيل الصوت ايجلد فيو صبا جاك صبا جاك ايجيو باعرابيتو ونقل دا باعرابيتو ويكرم فيو طالب العلم باعاملك الزول الجايد علم منك الدين باعاملك قال تعالى في سورة الانعام واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم زول الجايد طلب العلم دا تحترموا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور الرحيم يخي الله بقول للرسول عليه الصلاة والسلام ور الناس خبر نبئ يعني اخبر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ادعو الناس للدين رغب في الدين هذا الاستغام في الزمن شهوات فتن افلام وبنقو وخرشات وحبوب ومسسلات واندية ومصائب بنات في الشوارع مشاغلات يا اخي بنات يدعو الزول الفاحشة ويلحوا عليه تركب ركشة فتن تركب تكتك مشاكل تركب عربية يوقفوك في نص الليل وكذا وتظليل واحد من اخواننا ركب عربية من اخواننا وقفتو مره ركب عربية قاتله قال ليلا ما بنزل قاتله يا بيت الناس انزل ما في والله التوصل لي بيت سمعتو كلام فارغ قال ليلا عرفتو الدية كف عرفتو شاكيلا رعرفتو فين هاقو التلابتك بيوين وصلتو البيت ومركتو اخ ما اقول تسلط فتن ومشاكل ده كله الزول كله يخدو بي جنب يواجه الشرور دي كله والله يوفق ويستقيم وجا يدعلم الدين وجا دائر درب الله وجا كد تظن بيك الخير تدعاملوا بالاخلاق دي بالسودة هيا ما والله في حاجات بتحارقنا وانا من يوم الليل المسائل دي ما بد عامل فيها تاني مع بعض الناس العرف الحق ما بد عامل فيها بي رخوة صراحة كان ليه يا اخي نحن ناس اخواننا نتحاشى اجو زول دار استقيم جديد يقعدوا معاون ليه ليه زول اخوك وعامل صاحبك ومستقيم وكذا تتحاشى زول دار استقيم جديد يقعد معاون لانه الفاظه سيئ لانه اتخايف ده ينفر من الدين يا اخي الله بيسألك يا اخي ماعز الزول الله بيسألوا من نفسه فما بالك لمن يصد الناز عن الدين يا اخي من دعاء المسلمين في سورة الممتحنة ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ما تكون سبب تفتن الزول يكفر ما تكون سبب تفتن الزول ضل وانحرف تقل الله في نفسك تقل الله في اخلاقك ودى الدين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت وكل اناء كما في المثل بما فيه ينضح الزول القلب ده فيه خير بيطلع الخير ومجالس خير والفيه شر ياهو بيطلع الشر والكلام يطول والمسائل طويلة جدا وانا اكتفي بهذا القدر اسأل الله التوفيق للجميع واسأل الله يصلح هؤلاء الذين الكلام ده بني تكلم فيه قلوبنا بتتقطع قلوبنا بتتقطع اسأل الله يصلح ونصلح حالنا وحال ونقدم الشيخ آداب حفظه الله تعالى